هذا وقد حرص صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة على تعزيز العلاقات الخارجية العمانية مع الدول الشقيقة والصديقة تحقيقا للتعاون والسلم والأمن الدوليين وكانت السياسة الخارجية العمانية ولا تزال مستندة على أسس جوهرها مصالح الشعوب ورخاؤها وازدهارها تسير سلطانة عمان بخطوط واضحة في تعزيز العلاقات الخارجية في محيطها الإقليمي والعالمي حرصت السياسة الخارجية العمانية على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الأشقاء ومن منطلق وحدة المصير حضيت العلاقات الخليجية باهتمام بالغ من قبل سلطان عمان وهو الأمر الذي انساب من خلال المشاركات والزيارات المشتركة لقادة الدول علاوة على الاتفاقيات ومجالس التنسيق والتعاون المشتركة التي أسهمت في تعزيز الأسس الأخوية للانطلاق لآفاق أرحب من التعاون في البيت الخليجي الواحد سلطان عمان أكد دائما استمرار دعم سلطانة عمان لجامعة الدول العربية حيث أن الدعم يأتي من خلال التعاون مع الأشقاء زعاماء الدول العربية لتحقيق أهداف جامعة الدول العربية والرقي بحياة المواطنين وعلى صعيد العلاقات الدولية يؤكد نهج السلطانة على جملة من الثوابت القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات عهد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة إشراقة عمانية تجاه المستقبل فبالحنكة والدبلوماسية المتزنة والمواقف المدروسة التي تقدم مصالح الشعوب ورخائها وازدهارها تبحر عمان وربانها داع للسلام والتواصل والتقارب